اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة التصميم على برنامج باور بوينت في هذه المحاضرة رح نعمل تصميم لمكتب تصاميم هندسية رح يكون بعنوان مكتب الخيال في البداية بعد ما فتحنا برنامج باور بوينت رح نحذف تيكست ايريا هذي من خلال انه نحدد جميع الملفات ومن ثم دليت وطبعا رح نحول قياس الشاشة الى نفس قياس هذه الشاشة من خلال تصميم واعداد الصفحة ومن ثم رح نختار حجم الشريحة رح يكون عرض على الشاشة ومن ثم موافق رح نلاحظ انه الحجم رح يكون بنفس عرض الشاشة الان رح نضيف الصورة غيسية من ادراج صورة وطبعا رح نجمعهم الصور بملف على سطح المكتب هذا الملف اللي هو رح يكون مرفق ايضا مع هذه المحاضرة وطبعا رح نختار هذه الصورة ورح نكبر حجمها مثلا بهذا الحجم رح تكون مثلا بهذا الشكل الان رح نختار هذه الصورة طبعا نحددها من تنسيق اقتصاص وطبعا رح نرفعها بهذه المساحة الان رح نضيف لون اسود لهذه الصورة من خلال ادراج اشكال وطبعا رح نضيف شكل مستطيل رح يكون على كبر مساحة الشاشة من تنسيق تابعة الشكل رح يكون اللون الاسود والمخطط التفصيلي رح يكون بلا مخطط تفصيلي الان رح نقلل الشفافية من خلال نضغط كليك ايمن وتنسيق الشكل ورح نقلل من الشفافية الان يصبح القيمة مناسبة مثلا ممكن القيمة 30 مناسبة نكتب 30 ومن ثم موافق او ممكن حتى تكون 35 او 40 لا بأس 40 مناسبة جدا ومن ثم اغلاق الان رح نضيف الاجزاء بهذه المنطقة او ممكن نضيف العنوان بالاعلى فرح نجي على ادراج مربع نص رح نكتب عنوان المكتب او عنوان الاعلان ورح نكتب مكتب الخيال للتصاميم الهندسية رح نختار فونت معين مثلا نختار الجزيرة طبعا هذا الفونت دائما استخدماني بالعناوين ممكن انه نختار توسيط وطبعا نكبر حجم الخط واللون رح يكون بلون ابيض مع عداء الخيال رح تكون اصفر رح نميزها حتى تكون اجمل او ممكن طبعا نختار اللون الخردلي يكون اجمل الان رح نضيف شكل اسفل هذا العنوان هذا الشكل رح يكون بهذه المنطقة وطبعا من تنسيق تعبات الشكل رح نختار لون ابيض مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا رح نقلل من الارتفاح بهذه الطريقة ورح نقلل من العرض اللي رح نستنسخة وطبعا رح نقلل بهذه القيمة طبعا ممكن انه يكون نفس الارتفاع وممكن انه يقل اكثر ورح يكون باللون الخردلي اللي هو هذا اللون يعني ينطفد انطباع ولمسة جميلة بالتصميم ورح نضيف عبارة ممكن هذا النص رح نستنسخه بهذه الطريقة ورح نكتب يقدم لكم رح تكون باللون الخردلي هذا اللون ممتاز الآن رح نضيف الخدمات من خلال ادراج دائرة رح ندرج دائرة بالمنتصف بهذه المنطقة وهذه الدائرة رح يكون لونها خردلي وايضا اللون الخردلي للمخطط التفصيلي رح نضيف صورة من ادراج صورة رح نضيف الصورة الخاصة لأول خدمة اللي هي التصاميم العصرية وطبعا رح تكون هذه هي الصورة المعبرة او الرمزية بهذا الشكل رح توضع بهذه المنطقة الآن رح نحدد الدائرة وشفت او كنترول ونحدد الصورة ورح نستنسخ هذه الدائرة بهذه المنطقة ورح نستنسخها بهذه المنطقة نجي الآن نغير الصورة هذه من خلال نحددها وتنسيق تغيير الصورة ورح نختار هذه اللي هي الخدمة الثانية وطبعا مثل ما تلاحظون هنا الصورة غير مفرغة حتى نفرغها نحددها ونروح على التنسيق واللون تعين اللون الشفاف ورح نسحب اللون الابيض الآن رح نجي نضيف الخدمة الثالثة من تنسيق تغيير الصورة ورح نضيف هذه الخدمة وهي هذه ممتاز جدا الآن رح نضيف أسماء الخدمات طبعا يأما نختار هذا الجزء ممكن هذا الجزء نختاره وطبعا في البداية رح نضيف هذا الشكل اللي هو المقوس المربع المقوس رح يكون بهذه المنطقة ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي رح يكون لونه أبيض وطبعا رح يكون النص بداخل هذا الشكل طبعا إذا نلاحظ أنه هذا المربع النص خلف الشكل فحتى نتعامل وياه بدقة نضغط كليك أيما على النص ونختار إحضار إلى المقدمة ورح نخلي بهذه المنطقة وطبعا ممكن نزيد بالمساحة وطبعا نكتب دقة في العمل رح يكون بلون أبيض جيد الآن رح نحدد هذه الأجزاء كلها ورح طبعا نستنسخها خليها بهذه المنطقة ورح نكتب تصاميم عصرية أيضا هذا الجزء رح نحدده وطبعا رح نضيفه بهذه المنطقة ورح نكتب أسعار مناسبة ممتاز طبعا ممكن أنه نصغر هذه النصوص نضيها ممكن يعني حجم قليل أقل ممكن 16 مناسب وطبعا رح نصغر أيضا هذا المربع ورح نحذف هذا المربع وهذا المربع وطبعا رح نستنسخ المربع هذا من خلال أنه control ممتاز ممكن أنه تنزل هذه النصوص بالأعلى بهذه المنطقة الآن رح نضيف خطوط هذه الخطوط رح تكون عبارة عن خطوط تشكيلية بهذا الشكل ومن تنسيق تعبئة الشكل الوزن نختار مثلا هذا الشكل وطبعا رح يكون لون أبيض وممكن نختار الوزن أسمك مثلا هذا الوزن أو ممكن هذا الوزن كبير ممكن نختار هذا الوزن ورح يكون نقاط الشرط رح يكون نقاط وأيضا ممكن نزيد لأن نختار هذا الوزن جيد بهذا الشكل الآن رح نضيف دوائر هذه الدوائر رح تطينا بعض اللمسات هنا بهذه المنطقة طبعا رح تكون هذه الدائرة المخطط التفصيلي رح يكون خردلي واللون أبيض رح نحدد الدائرة مع الشكل ورح نستنسخ هذه الأجزاء نلاحظ أصبح عندنا تصميم جميل ومتنعسق نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى